اهلا بيكم النهاردة هنعمل مع بعض النعل هنعمله بأربع مقاسات المقاسات هتبدأ من سنتين لتلات سنين لحد شخص كبير فهنشوف طريقة عمل النعل خطوة بخطوة وازاي هنغير بين المقاسات فهنشوف مع بعض هنعملهم ازاي لكن قبل ما نبدأ لو كنتم بتتابعونا من اليوتيوب اعملوا اشتراك او سبسكرايب وفعلوا التنبيه او النوتيفيكيشنز من علامة الجرس اما لو كنتم بتتابعونا من الفيسبوك اعملوا لايك للصفحة الخيط اللي هنستخدمه هو إليز سكرين بيبي وده خيط متوسط السونج هنستخدم معاه إبرا مقاس 3 ونخلي بالنا ان علشان المقاسات تكون تقريبا مظبوطة زي المقاسات اللي هننفذها في الفيديو لازم نحافظ على نفس مقاس الابرة وسمك الخيط فلو غيرنا زودنا في سمك الخيط او في مقاس الابرة هيزيد معانا الحجم ولو قللنا هيقلل معانا في الحجم احنا كمان هننفذ الاربع مقاسات في فيديو تاني لكن بخيط ازيد في السمك هنبدأ اول مقاس هيكون مناسب لسن من سنتين لتلات سنين هنبتدي سلسلة البداية هتكون 23 غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة اتنين وعشرين تلاتة وعشرين هنلف الخيط على الابرة ونسيب اول غرزتين وندخل في الغرزة التالتة نعمل اول غرزة نص عمود هنعمل في كل غرزة من غرز السلسلة غرزة نص عمود واحدة لحد ما نوصل لاخر غرزة في غرز السلسلة كده وصلنا لاخر غرزة في السلسلة هنعمل في اخر غرزة تلات غرز نص عمود مع بعض في نفس الغرزة زي ما احنا شايفين الثلات غرز كونوا معاناة منحنة او لفة هنقدر نشتغل بعدها في النص التاني او في الجنب التاني للسلسلة ونكون لفة كاملة تكون مفرودة هنبدأ زي ما وضحنا نرجع لكل غرزة من غرز السلسلة في الجنب التاني نشتغل في كل غرزة غرزة نص عمود واحدة لحد ما نكمل الجنب التاني من السلسلة كده وصلنا لاخر غرزة في الجنب التاني في السلسلة هنقفل اللفة عند غرزة السلسلة التانية اللي سبناها نقفل بغرزة نائمة او منزلقة وكده اكتملت معانا اللفة الاولى هنبدأ اللفة التانية هنبدأ بغرزتين سلسلة ارتفاع وهنبدأ في اول غرزة في اللفة التانية هنعمل فيها غرزتين نص عمود مع بعض في نفس الغرزة احنا عندنا زي ما احنا شايفين لللفة منحنة اول اللي فيه بداية ونهاية اللفة والمنحنة التاني اللي عملنا فيه الثلاث غرز نص عمود مع بعض في اخر غرزة من السلسلة المنحنين دول هيكون دايما عندهم الغرز التزايد علشان نحافظ عليهم يكونوا مفروضين ومرتحين اما الغرز على جنبين اللفة فهتكون كلها غرز فردية احنا بدأنا فيه اللفة الاولى او فيه النص الاول من المنحنة عملنا فيه اول غرزة معانا غرزتين نص عمود مع بعض في نفس الغرزة هنكمل بعدها بغرز نص عمود فردية على الجنب الاول لللفة لحد ما نوصل للثلاث غرز اللي عند المنحنة التاني كده وصلنا للثلاث غرز اللي عند المنحنة التاني هنعمل في كل غرزة من الثلاثة غرزتين نص عمود مع بعض في نفس الغرزة هنكمل النص التاني من اللفة زي ما كملنا النص الاول بغرز فردية لحد ما نوصل لاخر غرزة كده وصلنا لاخر غرزة في النص التاني من اللفة هنعمل فيها غرزتين نص عمود مع بعض في نفس الغرزة زي اول غرزة بدأنا بها اللفة وهنقفل اللفة التانية عند غرزة السلسلة التانية من سلسل الارتفاع نقفل بغرزة نائمة او منزرقة وكده اكتمل معنا اول لفتين هنبدأ اللفة التالتة هنبدأ بغرزتين سلسلة ارتفاع وفي اللفة التالتة هنبدأ اول غرزتين هيكونوا تزايد في كل غرزة غرزتين نص عمود مع بعض في نفس الغرزة وطبعا اول غرزتين الترتيب اللي بنعمله فيهم بيكون نفس الترتيب او نفس الشغل اللي هنعمله في اخر غرزتين علشان يكون التزايد في المرحنة الاول مكتمل هنبدأ زي ما احنا شايفين بعد اول غرزتين نبتدي نشتغل الغرز الفردية على الجنب الاول لحد ما نوصل لبداية التزايد اللي فيه المرحنة التالة كده وصلنا للغرز التزايد عن حددهم هم ست غرز اللي كانوا فيه المرحنة في اللفة اللي فاتت فيه الست غرز دول هنعمل في كل غرزة اتنين نص عمود مع بعض في نفس الغرزة هتكون كل الغرز زي ما احنا شايفين فيه المنحنة كلها تزايد كل غرزة فيها غرزتين نص عمود مع بعض في نفس الغرزة من اول غرزة كانت فيه التزايد لاخر غرزة في التزايد كده زي ما احنا شايفين بعد ما كملنا غرز المنحنة التاني في اللفة التالتة اللي بنشتغل فيها هنكمل النص التاني من اللفة بكل الغرز هتكون فردية في معادة اخر غرزتين كده وصلنا لاخر غرزتين هنعملهم تزايد زي ما وضخنا نفس ترتيب اول غرزتين كل غرزة هيكون فيها اتنين نص عمود وهنقفل اللفة بغرزة منزلقة واكتملت معنا اللفة التالتة هنبدأ اللفة الرابعة هنبدأ برضو بغرزتين سلسلة ارتفاع وفي اللفة الرابعة في بداية المرحنة الاول هنحدد اربع غرز اول غرزة هيكون فيها غرزة نص عمود واحدة الغرزة التانية هيكون فيها غرزتين نص عمود مع بعض في نفس الغرزة ونرجع نكرر غرزة هيكون فيها غرزة نص عمود واحدة والغرزة اللي بعدها هتكون تزايد فيها غرزتين نص عمود مع بعض في نفس الغرز زي ما احنا شايفين اول اربع غرز طبعا هيتكرروا في اخر اربع غرز هتكون برضو غرزة فردي غرزة تزايد غرزة فردي غرزة تزايد زي اول اربع غرز. هنحدد بداية التزايد عند المرحنة التاني. ونحدد عدد الغرز اللي ما بينهم. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة حداشر اتناشر تراتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر تسعتاشر غرزة ما بين التزايد اللي بدأناه في اللفة الرابعة والتزايد اللي كان في المرحنة في اللفة التالتة. الغرز الفردية اللي ما بينهم هنعمل فيها برضو غرز فردية لكن هنقسمهم ما بين غرز النص عمود في البداية وغرز العمود بلفة اللي هنبدأ نشتغل بيها في الجزء ده علشان نزود عرض الجزء ده شوي. هنبدأ نقسمهم التسعتاشر هيكون تسع غرز نص عمود وعشرة عمود بلفة يعني لما هيكون العدد فردي هنزود الغرزة الزيادة عند غرز العمود بلفة. فهنبدأ اول تسع غرز بغرز النص عمود هتكون زي ما وضحنا غرز فردية كل غرزة فيها غرزة نص عمود واحدة. زي ما احنا شايفين تسع غرز نص عمود نبدأ بعدهم على طول نعمل غرزة عمود بلفة اول غرزة ونعد عشر غرز او نكمل لحد ما نوصل لبداية التزايد اللي فيه المنحنة. كده زي ما احنا شايفين وصلنا لبداية الغرز التزايد اللي عملناها فيه المنحنة في اللفة اللي فاتت. هنحدد بدايتها وانهايتها علشان هنشتغل في الغرز اللي ما بينهم بالترتيب. اول غرزة هتكون فيها تزايد. اتنين عمود بلفة مع بعض في نفس الغرزة. الغرزة اللي بعدها هيكون فيها غرزة عمود بلفة واحدة. ونرجع نكرر غرزة تزايد. فيها اتنين عمود مع بعض في نفس الغرزة. والغرزة اللي بعدها هتكون فردية فيها عمود بلفة واحدة. ونكمل بنفس الترتيب غرزة تزايد غرزة فردي غرزة تزايد. وغرزة فردي لحد ما نوصل لاخر غرزة في غرزة التزايد في المنحنة اللي فات. كده بعد ما كملنا غرز المنحنة في اللفة الرابعة. هنبدأ نكمل النص التاني بنفس الطريقة اللي كملنا بيها النص الاول. لكن هنعكس. هيكون اول عشر غرز بغرز العمود بلفة. بعدها تسع غرز بغرز النص عمود. واخر اربع غرز هيكونوا بنفس ترتيب الاربع غرز اللي كانوا في ببداية اللفة. فهنكمل. زي ما احنا شايفين اخر اربع غرز. هنعملهم غرزة تزايد فيها اتنين نص عمود. وغرزة فردي. غرزة تزايد وغرزة فردي. ونقفل اللفة بغرزة منزلقة. وكده اكتمل معنا المقاس الاول. ابعاد المقاس الاول الطول هيكون تقريبا خمستاشر سنتي او ما بين خمستاشر سنتي وخمستاشر ونص. العرض هيكون تقريبا سبع سنتي ونص. هنبدأ المقاس التاني. المقاس التاني هيكون مناسب من اربع لخمس سنين وممكن لست سنين. هنبدأ سلسلة البداية هتكون اربع وعشرين غرزة. واحد اتنين تلاتة اربعة. هنبدأ اول تلات لفات هيكونوا بنفس طريقة التلات لفات اللي عملناهم في المقاس اللي فات. هنسيب اول غرزتين ونبدأ في الغرزة التالتة نعمل اول غرزة نص عمود. ونبدأ نكمل في سلسلة البداية في كل غرزة نعمل غرزة نص عمود واحدة. لحد ما نوصل لاخر غرزة في السلسلة. كده وصلنا لاخر غرزة في السلسلة هنعمل فيها تلات غرز نص عمود مع بعض في نفس الغرزة. نكون المنحنة التاني ونبدأ نشتغل في الجنب التاني لسلسلة البداية. برضو كل غرزة فيها غرزة نص عمود واحدة لاخر اللفة. كده وصلنا لنهاية اللفة الاولى. هنقفل بغرزة نائمة او منزلقة. ونبدأ اللفة التانية. نبدأ بغرزتين سلسلة ارتفاع. ونبتديه في اول غرزة نعمل تزايد. اتنين نص عمود مع بعض في نفس الغرزة. ونكمل باقي الغرز في الجنب الاول فردية لحد ما نوصل للتلات غرز السلسلة اللي كانوا في منحنة اللفة اللي فاتت. كده وصلنا للتلات غرز اللي فيه المنحنة التاني. هنعمل في كل غرزة اتنين نص عمود مع بعض في نفس الغرزة. ونكمل النص التاني من اللفة بغرز فردية لحد اخر غرزة هنعمل فيها تزايد اتنين نص عمود مع بعض في نفس الغرزة زي اول غرزة. كده وصلنا لنهاية اللفة التانية هنقفل. زي ما احنا شايفين اكتمل معينا اللفتين. هنبدأ اللفة التالتة نبدأ بغرزتين سلسلة ارتفاع. ونبتدي نعمل في اول غرزتين. في كل غرزة هنعمل غرزتين نص عمود مع بعض في نفس الغرزة. ونبدأ نكمل بنفس الطريقة اللي عملنا بها اللفة التالتة في النعلق اللي فات. هنكمل بغرز فردية لحد ما نوصل لغرز المنحنة اللي فيها التزايد. كده وصلنا لغرز المنحنة. ست غرز زي ما ما شفنا في اللفة اللي فاتت. الغرز اللي كانت تزايد. هنعمل في كل غرزة من الستة. غرزتين نص عمود مع بعض في نفس الغرزة. في كل غرزة زي ما وضحنا من الست غرز. كده بعد ما عملنا غرز المنحنة هنكمل النص التاني من اللفة بغرز فردية في معادة اخر غرزتين. هيكون في كل غرزة منهم اتنين نص عمود زي الاول غرزتين من اللفة. كده بعد ما كملنا اللفة التالتة هنبدأ اللفة الرابعة. هنبدأ بغرزتين سلسلة ارتفاع. وهنبدأ في اول اربع غرز نعمل غرزة. فيها نص عمود. غرزة نص عمود واحدة. والغرزة التانية فيها غرزتين نص عمود. ونرجع نكرر غرزة غرزة نص عمود واحدة. والغرزة اللي بعدها تزايد فيها غرزتين نص عمود مع بعض في نفس الغرزة. زي ما احنا شايفين ده ترتيب اول اربع غرز. وطبعا هنكرره في اخر اربع غرزة. هنكمل في اللفة الرابعة هنكمل بغرز النص عمود مش هندخل غرز العمود بلفة. هنشتغل على الجنب برضو بغرز النص عمود الفردية. ونحدد بداية التزايد ونهايته. كده وصلنا للمنحنة التاني. هنحدد اول غرز كان فيها تزايد واخر غرزة فيها تزايد. في الغرز دي هنبدأ نمشي بترتيب غرزة تزايد فيها اتنين نص عمود مع بعض في نفس الغرزة. وغرزة فردية فيها غرزة نص عمود واحدة. ونكرر الترتيب في الجزء ده. غرزة تزايد غرزة فردي غرزة تزايد غرزة فردي لاخر غرزة في غرزة التزايد في المنحنة. كده وصلنا لاخر غرزة في غرز المنحنة في اللفة الرابعة زي ما احنا شايفين نفس ترتيب اللفة الرابعة في الجزء اللي فات او في المقاس اللي فات. لكن كل الغرز بغرز النص عمود. هنكمل باقي اللفة هنكمل بغرز فردية واخر اربع غرز هيكون ليهم نفس ترتيب اول اربع غرز. غرزة تزايد غرزة فردي غرزة تزايد غرزة فردي. كملنا اللفة الرابعة وقفلناها. هنبدأ اللفة الخمسة. هنبدأ بغرزتين سلسلة ارتفاع. وفي اللفة الخمسة هنبدأ ندخل غرز العمود بلفة في الجزء الامامي. ونخلي بالنا من الترتيب ترتيب اللفة الرابعة والخمسة لانه هيتكرر معينا نفس الترتيب لكل اللفات في المقاس اللي جاي. هنحدد اول ست غرز معينا في النص الاول المنحنة الاول. هنبدأ اول الغرزة. نعمل فيها غرزة نص عمود. الغرزة التانية برضو نعمل فيها غرزة نص عمود واحدة. الغرزة التالتة هيكون فيها تزايد غرزتين نص عمود مع بعض في نفس الغرزة. ونرجع نكرر الترتيب الغرزة الرابعة فيها غرزة نص عمود واحدة الغرزة الخامسة فيها غرزة نص عمود واحدة ورقم ستة فيها تزايد يبقى زي ما احنا شايفين اول ست غرز عملنا غرزتين فردي غرزة تزايد غرزتين فردي غرزة تزايد وطبعا اول ست غرز ترتبهم هيكون نفس ترتيب اخر ست غرز بحيث يكتمل معنا المنحنة ده هنبدأ نحدد الغرز الفردية اللي ما بين اخر غرزة تزايد عملناها في اللفة الاخيرة واول غرزة تزايد في منحنة اللفة اللي فاتت هنحدد عدد الغرز اللي ما بينهم معنا عشرين غرزة هنعمل عشر غرز بغرز النص عمود الفردية وعشر غرز بغرز العمود بلفة الفردية هنبدأ باول عشر غرز هيكونوا بغرز النص عمود زي ما احنا شايفين كملنا اول عشر غرز بغرز النص عمود هنبدأ بعضهم على طول نعمل غرز العمود بلفة نبدأ بالغرز الفردية عشر غرز فردية كده وصلنا لبداية غرز التزايد اللي في المنحنة هنحدد بداية التزايد ونهايته وفي الغرز اللي ما بينهم هنبدأ نعمل اول غرزة فيها تزايد اتنين عمود بلفة مع بعض في نفس الغرزة وبعد الغرزة التزايد هنعمل تلات غرز فردية كل غرزة فيها عمود بلفة واحد نرجع بعد التلات غرز نعمل غرزة فيها تزايد اتنين عمود بلفة مع بعض في نفس الغرزة وبعدها تلات غرز كل غرزة فيها عمود بلفة واحد ونكرر الترتيب لحد اخر غرزة كان فيها تزايد في المنحنة في اللفة اللي فاتت زي ما احنا شايفين احنا بنقلل عدد الغرز اللي فيها تزايد علشان الاتساع ما يزيدش معانا لكن بنحافظ على وجود التزايد علشان الجزء ده يكون مفروض كده كملنا الترتيب في المنحنة التاني هنبدأ نكمل النص التاني من اللفة بنفس الطريقة اللي كملنا بيها النص الاول لكن بالعكس هنبدأ بغرز العمود بلفة هنعمل عشر غرز عمود بلفة فردية بعدهم عشر غرز نص عمود واخر ست غرز هيكونوا بنفس ترتيب اول ست غرز هنبدأ ب عشر غرز عمود بلفة فردية هنعمل بعضهم عشر غرز نص عمود فردية وباقي معانا في اللفة اخر ست غرز اول غرزة فيهم هتكون تزايد فيها اتنين نص عمود بعدها غرزتين كل غرزة فيها غرزة نص عمود واحدة ونعمل الغرزة الرابعة فيها تزايد واخر غرزتين هتكون غرز فردية واكتملت معانا اللفة الخمسة هنقفل بغرزة نائمة او منزلقة واكتمل معانا النعل ابعاد المقاس التاني زي ما احنا شايفين سبعتاشر سنتي ونص في الطول العرض تمانية ونص هنبدأ المقاس التالت المقاس التالت هيكون مناسب لاطفال اكبر من خمس سنين من خمس او ست سنين لعشر سنين هنبدأ سلسلة البداية هتكون تمانية وعشرين غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة زي ما احنا شايفين تمانية وعشرين غرزة سلسلة هنعمل اول اربع لفات هيكونوا بنفس الطريقة هنمشي بنفس الترتيب بنفس الخطوات وبنفس الغرز هنبدأ كده بعد ما كملنا الاربع لفات اللي بدأنا بيهم المقاس التالت هنبدأ اللفة الخمسة والاخيرة وبرضو هتكون بنفس طريقة المقاس اللي فات هنبتدي نحدد اول ست غرز هنعمل في اول غرزتين في كل غرزة غرزة نص عمود واحدة الغرزة التالتة هيكون فيها تزايد اتنين نص عمود مع بعض في نفس الغرزة ونرجع نكرر غرزتين نص عمود فردي والغرزة التالتة اللي بعدهم او الغرزة رقم ستة في الغرز اللي حددناها هتكون تزايد وهنبدأ نحسب الغرز الفردية اللي ما بين اخر غرزة تزايد عملناها وبداية التزايد اللي فيه المنحنة هيكونوا خمسة وعشرين غرزة هنقسمهم اتناشر غرزة هيكونوا بغرز النص عمود الفردية وثلاثتاشر غرزة هيكونوا بغرز العمود بلف كده بعد ما كملنا الغرز الفردية غرز النص عمود وغرز العمود بلفة ووصلنا لبداية الغرز التزايد هنحدد البداية والنهاية للمنحنة ونبدأ اول غرزة نعمل فيها غرزتين عمود بلفة مع بعض في نفس الغرزة وبعد الغرز التزايد هنعمل 3 غرز عمود بلفة فردية كل غرزة فيها غرزة عمود بلفة واحدة وبعد الغرز التلاتة هنعمل الغرزة التزايد اتنين عمود بلفة مع بعض في نفس الغرزة. ونكرر الترتيب في غرز المنحنة كلها. كده زي ما احنا شايفين بعد ما كملنا غرز المنحنة التاني في اللفة الخمسة. هنكمل النص التاني من اللفة بنفس طريقة النص الاول. هنعمل تلاتاشر غرزة عمود بلفة فردية بعدهم اتناشر غرزة نص عمود وآخر ست غرز في اللفة هيكونوا بنفس ترتيب اول ست غرزة. كده بعد ما كملنا اللفة الاخيرة في المقاس التالت ابعاده. هتكون تسعتاشر سانتي في الطول. والعرض تمانية ونص سانتي. هنبدأ المقاس الرابع. المقاس الرابع هيكون مناسب لشخص كبير. هنبدأ سلسلة البداية هتكون خمسة وتلاتين غرزة سلسلة. زي ما احنا شايفين خمسة وتلاتين غرزة سلسلة. هنبدأ اول اربع لفات بنفس طريقة اول اربع لفات عملناهم في المقاس اللي فات. نفس الخطوات ونفس الغرز. كده بعد ما عملنا الاربع لفات. زي ما وضحنا بنفس طريقة الاربع لفات في المقاس اللي فات. هنبدأ اللفة رقم خمسة. هنبدأ بغرزتين سلسلة. اللفة رقم خمسة هتكون برضو بنفس الترتيب ونفس الخطوات اللي كانت في اللفة اا او في المقاس اللي فات. لكن هتكون كلها بغرز النص عمود. كده بعد ما كملنا اللفة الخمسة هنبدأ اللفة رقم ستة هنبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع. واللفة رقم ستة هتكون اللفة الاخيرة. وهتكون ما بين غرز الحشو هتكون فيه جزء الكعب. والغرز اللي فيه الجزء الامامي هتكون غرز النص عمود. هنبتدي نحدد اول تمن غرز. هنبدأ اول تلات غرز هتكون غرز حشو فردية. واحد. اتنين. تلاتة. الغرزة الرابعة. هيكون فيها غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة. ونرجع نكرر. تلات غرز حشو فردية. والغرزة الرابعة هيكون فيها اتنين حشو مع بعض في نفس الغرزة. ونبدأ نفس الخطوات اللي عملناها في اللفة الاخيرة في المقاسات اللي فاتت. بنحسب عدد الغرز الفردية. وهنقسمهم ما بين غرز الحشو وغرز النص عمود. هنبدأ بغرز الحشو الفردية. كده بعد ما عملنا غرز الحشو الفردية هنبدأ على طول بعدها غرز النص عمود الفردية. نكمل في كل غرزة غرزة نص عمود واحدة. لحد ما نوصل لاول غرزة فيها تزايد. كده وصلنا لبداية المنحنة عند اول غرزة فيها تزايد. هنعمل غرزتين نص عمود مع بعض في نفس الغرزة. ونحسب بعدها ست غرز هنعملهم غرز نص عمود فردية واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. ست غرز نص عمود فردية. نعمل بعدها تزايد. غرزة فيها اتنين نص عمود مع بعض في نفس الغرزة. زي ما احنا شايفين بنزود الغرز الفردية بنقلل التزايد. وممكن كمان نزود الغرز الفردية اكتر من كده. لو حسينا ان احنا مش محتاجين اتساع زيادة. هنكمل ست غرز فردية. خمسة ستة. رقم سبعة بعضهم هتكون تزايد فيها اتنين حشو مع بعض في نفس الغرزة ونرجع نكرر ست غرز فردية. ونكمل بنفس الترتيب لاخر المنحنة. كده زي ما احنا شايفين كملنا المنحنة التاني. في اللفة رقم ستة. وزي ما وضحنا بنعمل غرزة تزايد. بعدها ست غرز فردية. غرزة تزايد ست غرز فردية. هنكمل النص التاني من اللفة بنفس طريقة النص الاول. هنبدأ بالغرز نص عمود الفردية. بعدها غرز الحشو. واخر تمن غرز هيكونوا بنفس طريقة اول تمن غرز. هنبدأ. بغرز النص عمود الفردية. هنبدأ غرز الحشو الفردية. كده وصلنا لاخر تمن غرز هنبدأ اول غرزة بتزايد اتنين حشو مع بعض في نفس الغرزة بعدها تلات غرز حشو فردية. بعضهم الغرزة التزايد اتنين حشو. واخر تلات غرز هتكون غرز حشو فردية. ونقفل اللفة عند غرزة السلسلة الارتفاع. ونقفل اكتمل معانا حجم النعل. ابعاد المقاس الرابع. الطول اربعة وعشرين سنتي. والعرض عشرة سنتي. والمقاس الرابع هيكون مناسب لشخص مقاسه تمانية وتلاتين. زي ما احنا شايفين الاربع مقاسات اللي نفزناهم. اول مقاس كان من سنتين لتلات سنين. ابتدينا في سلسلة البداية كانت تلاتة وعشرين غرزة. ووصلنا لطول خمستاشر سنتي ونص. والعرض سبعة ونص. المقاس التاني كان من اربع لخمس سنين. ممكن ست سنين. سلسلة البداية فيه اربعة وعشرين غرزة. والطول كان سبعتاشر ونص سنتي. والعرض تمانية ونص. المقاس التالت لسن اكبر من خمس سنين. من خمسة لعشرة تقريبا. السلسلة البداية فيه كانت تمانية وعشرين غرزة. ووصلنا لطول تمنتاشر ونص لتسعتاشر سنتي تقريبا. والعرض تمانية ونص. اما المقاس الكبير فعملنا مقاس يناسب مقاس تمانية وتلاتين. سلسلة البداية فيه خمسة وتلاتين غرزة. ووصلنا بطول اربعة وعشرين سنتي. والعرض عشرة سنتي. طبعا احنا المقاسات اللي عملناها كانت مقاسات تقريبية لكل مرحلة. وعلشان يكون المقاس ادق يفضل نقيس على رجل الشخص. نقيس الطول ونقيس العرض. ولو المقاس مناسب اي مرحلة من المراحل اللي اشتغلناها هننفذ نفس الخطوات. زي ما وضحنا بشرط يكون نفس مقاس الابرة ونفس حجم الخيط. اما لو كانت المقاسات ما بينهم هنحاول نقرب لأكتر مقاس مناسب. ولو هنغير فيه الطول بس. هنزود او هنقلل لكل سنتي تلت غرز تقريبا. اما لو هنغير فيه العرض. هنغير في عدد اللفات نزود او نقل. لو هنزود فيه العرض تقريبا سنتي. نزود لفة من غرز الحشو. اما لو هنزود تقريبا سنتي ونص يفضل تكون لفة بغرز النص عمود. ولو اكتر من سنتي ونص هتكون بغرز العمود بلفة. ونرعي ان مع زيادة اللفات لزيادة العرض هيزيد معانا كمان فيه الطول. فنرعيه في تحديد سلسلة البداية. بكده نكون عملنا الاربع مقاسات للنعم. لو عجبكو الفيديو ده متنسوش تعملو شير ولايك. ولو عندكو اي استفسار اكتبوه في الكومنتز. وعلشان يوصلكو كل جديد لينا اعملو سبسكرايب لقناتنا. وشكرا. موسيقى موسيقى